حول هذا الموضوع انضموا لنا بواشرة من الرياض غادل المدوري رئيس تحرير موقع الجريد بوس أستاذ عادل أهلا وسهلا بك معنا في قناة الغد المشرق إذن تحت شعار هي لنا دار السعودية تحتفل بيومها الوطنية الثاني والتسعين برأيك أستاذ عادل يعني إلى أين وصلت المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تفضل مساء الخير أستاذ بسام ومساء الخير أستاذ المشاهدين وتهانينا لكم بمناسبة اليوم الوطني السعودي وعبركم نهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عمد العزيز ونهني ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي العظيم في هذه المناسبة المجيدة الحقيقة قبل أجيب على سؤالك أنا جاي إلى الاستوديو هنا في الرياض دعني أوصف لك الشارع الآن في هذه اللحظة تفضل الحقيقة الشعب محتفل يعني بشكل غير غير متوقع هذا العام العيد الوطني 92 عيد مختلف أو يوم وطني مختلف لدرجة أنه يعني حتى من دول الخليجي أنا وانا جاي شفت السيارات من دولة الإمارات العربية المتحدة جاءوا لمشاركة الأخوانهم السعوديين وكذلك وفود جاءت من البحرين من الكويت من مختلف المناطق والمشهد يعني مشهد رهيب جدا ومشهد رائع هناك احتفالات يعني غير 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 متوقعة الحقيقة وهذا يدلك أنه الشعب عندما يحتفل بهذا الحجم يدلك كم هو مقدر لهذه الإنجازات وكم هو مقدر لهذه الدولة الشعب يحب دولته ويحب قيادته ومتماسك ومتحد خلف هذه القيادة ونحن صراحة نبارك لهم ونهنيهم بهذه المناسبة ونتمنى أن نكون في اليمن أو في بغية الدول أن نأخذ أو يكون قدوة لنا في هذا الإنجاز وفي هذا العمل وفي هذا العطاء سيدي العزيز بالنسبة لليوم الوطني السعودي أو الذي أتى في ضمن المبادرة أو برؤية المملكة 2030 هناك قفزة نوعية هناك مشاريع ومنقزات ومعقزات كبيرة حققتها السعودية خلال هذه الفترة ولا يقتصر الحديث على مجال أو مجالين هناك عدة مجالات في مجال الطاقة في مجال التقنية في مجال الأمن السبراني في مجال كل المجالات نستطيع أن رؤية المملكة قيرت الواقع في المملكة 180 درجة المرأة تحقق إنقاذات رائعة جدا في كل المجالات إذا قاتت يوم أمس تم تعيين وزيرة لحقوق الإنسان من النساء هذه العملية مستمرة وما زالت مستمرة والتطوير مستمر والتحديث مستمر على كافة الأصعدة كذلك لا ننسى دور السعودية في مجال دعمها لأشقائها على مستوى الوطن العربي وكذلك على مستوى بلدنا عندما تتحدث عن دور السعودية أدوار كبيرة جدا ولا يمكن موارنةها طيب أستاذ عادل دعني أقف معك هنا قليلا السعودية قدمت لليمن الكثير حقيقة يعني ودعنا نتحدث من بعد عاصفة الحزم نحن نعلم لولا السعودية ودولة الإمارات لكانت إيران تعبث في الجنوب كما نراها الآن تعبث في صنعاء السؤال هنا أبرز المواقف التي قامت بها المملكة العربية السعودية لدعم اليمن سواء في العمليات السياسية اقتصاديا خدميا اجتماعيا من بعد عاصفة الحزم لو تذكر لنا بعضها لو ذكرت لك يعني سعودية في مجال الاقتصادي قدمت أرغام خيالية جدا قدمت لو نظرنا إلى مثلا مركز الملك سلمان للأعمال الإنساني منذ ان تأسس في عام 2015 إلى 2021 قدم ما يزيد عن 17 مليار دولار يعني أرقام فلكية كذلك هذا إلى عام 2021 إذا أتينا إلى عام 2022 هناك حزمة مشاريع اعتمدتها السعودية بمبلغ 400 مليون دولار بما فيها مشاريع نفذت وتنفذ وجاريت تنفيذها في العاصمة عدن يعني هذا في مجال نتحدث عن مجال اللي هو الدعم الاقتصادي بقض النظر عن السعودية أنها تحتضن ما يزيد عن 2 مليون مقترب يمني وكذلك أنها وضعت تسهيلات كبيرة جدا للجالية اليمنية داخل أراضي السعودية هناك تمييز في معاملة اليمنين في المدارس يتم قبولهم حتى وأن كان بعضهم لا يمتلك إقامة أو لا يمتلك يعني حتى يمتلكون هويات إقامة يتم إدماجهم في المدارس وفي المستشفيات ويعاملونهم مثل معاملة المواطن السعودي أعتقد أن خير السعودية كبير جدا على اليمن ومنذ سواء كان في الشمال أو في الجنوب منذ قبل تأسيس الشمال أو بعد في الجنوب حتى هذه اللحظة نحن كشعب في الجنوب الحقيقة نكن كل الاحترام للسعودية السعودية هي التي أعادت الأمور إلى نصابها السعودية صوبت وأعطت شعب الجنوب حقها عندما استضافت مشاورات الرياض وأطلقت اللي هو اتفاق الرياض الذي أعطى الحقوق لشعب الجنوب الذي ظل منذ العام 1994 وهو يكافح ويناظل حتى جاءت المملكة العربية السعودية ومنحته الحق وكذلك مشاورات الرياض التي أطاحت بالرموز الفساد وأطاحت بالجماعات العصابات التي كانت تسمى نفسها الشرعية وهي جماعة إخوانجية وجماعات ليس لها أي تأثير وليس لها أي وجود على الواقع وستطاعت المملكة العربية السعودية أن تصوب المعركة وتصوب العملية السياسية في اليوم باتجاهها الصحيح واليوم نحن أمام عمليات وأمام استحقاغات وستكون لنا بمساعدة الأشقاء في السعودية ستكون لنا إن شاء الله أشياء كثيرة سنحققها على مستوى الجنوب وعلى مستوى المعركة أمام الحوثي في الشمال أنا أشكرك أستاذ عادل المدوري رئيس تحرير موقع الجريدة بوست كنت معنا مباشرة من الرياض